فريق خبرة فريق فيه ادارة معناها بكل امانة قوية برشة معناها ميزانية كبيرة مقارنة بالترجي عارفين رواحهم فياش قاعدين يعملوا الانتدابات متاحهم دي ما سيبليه ما تلقاش برشة مشاكل دايما في الفريق متاحهم لكن كيما الناس كل تعرف وكيما الملاحظين الكل يعرفوا انه كيما قالوا النسخة هذية متاع الاهلي ما هيش النسخة اللي معنا بشكل فريق الذي لا يقهر معناها انتي اليوم كي تشوف المباراة الاهلي معناها لعبت على اخطاء الترجي الاهلي معناها ما خلقتش معناها فرص واضحة بامتلاك الكورة وباختراق باختراق دفاع الترجي على طريق الاروقة ولا عن طريق الوانتو ولا عن طريق معناها يا اما مخالفات مخالفة ضربة على البار يا اما اخطاء فردية في ارجاع الكورة يا اما دريبل زيدة من لعب ولا مدافع ولا وسط ملعب تفتك الكورة ويمشي ولا تكربيد الاهلي طريقة اللعبة متاع الواضحة من اللي نعرف الاهلي فريق يعرف يفك الكورة في منطقة معينة ويعرف يمشي بسرعة للمرمى يعني ما عندوش كما نقوله نحن في الكورة ما يبيع شوية شري يعرف يفك وبأقل وقت ممكن يمشي للمرمى يوجعك معناها الفرق ما بين سانداونس كذا تفات قرر من السانداونس والاهلي فرق كبير سانداونس تاخذ الكورة يتحب التبني من تالي وترجع الكورة للقاردين وتبني وكذا لا ذي فريق معناها إفكاس برشا معنا فريق 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 يحب يفك ويمشي القدام فريق يوجعك من المناطق الكل رغم حتى اللي عندو مشاكل أو عندو مشاكل دفاعية كبيرة عندو مشاكل معناها في خاصة خلف الزوزة ممكن مشاكل هذية مشوف نهاش لانو الاهلي يسجل بكري تغير الاسلوب لو مشيت المباراة في صفر صفر كنا نجم التراجي يخلق المشاكل اللي حكيت علاها انتي واللي في غياب توازن يمكن بالنسبة لنادي الاهلي آما السيناريو بتاعت جيل هدف منذ البداية خالنا نادي الاهلي المشاكل الدفاعية ما تكونش حاضر صحيح صحيح التراجي معناه ما تخلق كما قلنا الله غالب معناه المباراة ما مشيتش في صف التراجي مشيت في صف الاهلي أكثر معا زادة دون أن ننسى لحقيقة تعامل جيد من مارسل كولر لتيلة المباراة استنى التغييرات يعرف اشي يعمل نتيجة لسالحه عرف كيفاش يعمل تغييراته قراءة فنية ممتازة الحقيقة قال حلول مارسل كولر عكس كاردوز ولي حتى التغييرات الحقيقة كانت في بعض الاحيان غير مفهومة صحيح قراءة المباراة متع مدرب الاهلي كانت قراءة ممتازة جدا عرف وقتش يخرج لتاكن عرف وقتش ولا يلعب على الهجمات المعاكسة وعلى المساحات كان يلعب على انجور ستاسيون وكان نقم واحد وعشرين المهاجم الفلسطيني معناها طول قام ويعرف يلعب بظهره ويعرف يلعب بظهره معناها في نفس الوقت زاد يلوج المساحات لكن بعد وقت اللي نتيجة واحد سفر وعرف الترجي مش تضغط عليه خرج اللاعب ودخل لاعبين سريعين ودخل لاعبين سريعين في الخط الامامي معناها عرف كيفاش يتصرف في المباراة عكس كاردوز ويكون الامانة منجموش له مبارشة على كاردوز لأنه فما شح ممكن مقارنة بالامكانيات بين زاد بشري فري للنادي الاهلي ولحقيق ما هوش في قيمة كبيرة ومحدود نوعا ما بالنسبة للترجي هو الاهلي يقتل يغيب عليه علي معلول اليوم يربح اللقب القاري مهما سيح نعرفه قيمة كبيرة علي معلول ولكن راو ما يقفش على لاعب النادي الاهلي علي معلول يغيب فما تعويضه لأنه مش بنفس القيمة نحكي على كريم فؤاد نذكر أنه حمدي فتحي غادر للوقر القطري واحد من بين أحصن ملاعبية في وسط الميدان غياب عمرو السولية بي السبب ليسابه في بعض الأحيان كان خارج الحسابات أحمد عبد القادر مهاجم الرواق اللي ممتاز جدا اليوم ما شاركش كان غايب للعب في الذهاب شناوي الحارس محمد شناوي زاد غايب نعرفه عملاق واحد من بين أفضل الحراس في تاريخ مصر رغم الغيابات هذه ثم رسيد بشري اللي خلق كولور يتصرف فيه عكس ممكن للمحدودية الخيارات بالنسبة لكاردوزو وهذه يرى هو مش منفرع وقتل يتكون عندك هامش تختيار كبير بيش تكون أنت الأنجح على الأقل في مجارة المبارج